بتوقيت النجر لم يتبقى لفرنسا الوقت الكثير اقتربت الساعة التي حددها المجلس العسكري لمغادرة السفير ومعه الجنود الفرنسيون تراب البلاد طوعية أو سحبا بقرار من باريس أو طردا بأمر من نيامي بالنسبة لرفض فرنسا المغادرة بحجة عدم اعترافها بشرعية السلطات الجديدة فلا النظام ولا السلطة الفرنسيين لهما صلاحية منح الشرعية أو نزعها عن سلطة النيجر هذا حق حصري لشعب النيجر انا متفاجئ حقا من ان فرنسا التي تعتبر نفسها عرابة الديمقراطية والحقوق قد نزلت الى هذا المستوى لكنها المصالح هي ما تدفعها لردود فعل فاقدة للبوصلة في الطرف الآخر تصر باريس على ابقاء سفيرها في مبنى السفارة وعسكريها في قاعدة نيامي المحاصرين منذ الجمعة الماضي بأمواج بشرية تصر هي أيضا على مواصلة الاعتصام لغاية مغادرة آخر دبلوماسي وجندي فرنسي وفق المعتصمين يجب قول الحقيقة فرنسا بصدد ارتكاب خطأ فادح هي لم توقع اتفاقيات مع نظام بل مع دولة واذا كان سفيرها لا يعترف بسلطات العسكرية فلماذا يبقى في النيجر السفير الفرنسي يعتبر حاليا مهاجرا غير شرعي في النيجر إذا كان على فرنسا شن حرب في النيجر فلماذا لا تفعل كذلك في القابون أليس إصرار فرنسا على حل المشاكل في إفريقيا بهذه الكيفية شكلا من أشكال الاستعمار الجديد من الطبيعية اليوم أن يطالب شعب النيجر بمغادرة القواعد العسكرية الفرنسية ومن الطبيعي أن ينتزع استقلاله الحقيقي على هذه القواعد المتواجدة بشكل غير قانوني أن تغادر شعب النيجر شعب سيد ولا يمكن لأي كان أن يفرض عليه الإملاءات يتوجب علينا اليوم الخروج كرجل واحد للمطالبة باستقلالنا الحقيقي بين نيامي وباريس يزداد التصعيد شدة مع ضوء أخضر منحته الأولى لطرد السفير الفرنسي بالقوة بينما امتنعت الثانية عن منحه لسفيرها وعسكريها لحزم الحقائب والانسحاب قبيل ساعات عن انتهاء مهلة المجلس العسكري في النيجر لفرنسا من أجل التسليم ببطلان جميع الاتفاقة المبرمة بين البلدين خلال عهدة الرئيس المعزول محمد بازوم